السلام عليكم ورحمة الله متابعين الأعزاء ومتابعي قناة التام الدراسي مرحبا بكم مرة أخرى على القناة نستعد الفرد الأول ديال الدورة الأولى اليوم سيكون لدينا نموذج مادة لغة العربية الفرد الأول الخاص بمساوى الخامس باقي نما ديجي الفرود سنخليهم لكم أسفل الفيديو و سيظهر لكم من بعد رسالة الفيديو نخليكم من رقم ديال الواتساب الناس اللي بغني نضموا معنا إذن الدعم الخاص يتواصلوا معنا يعني اللي محتاجين دعم خاص اللي محتاجين تمالين أكتر اللي محتاجين نماديج فرود أكتر يتواصلوا معنا عبر رقم ديال الواتساب عجبكم من الأستاذ وغيرتكم مزيد من المعلومات حول يعني الدعم الخاص اللي كنقومو به إذن غنبدأوا بالشكل والفهم إذن عندنا يعني في المجال يعني مغاربة العالم هاتش اللي غيكون عليه النص يتعلق مهاجرون مغاربة خارج حدود البلاد في مجالات الأبحاث والعلوم حيث تساهم كوادر متخصصة في نجاح الكثير من المشاريع والإنجازات العلمية في بلدان الاستقبال خاصة فرنسا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وعلى سبيل الذكر تعلق الباحث الشاب الدكتور رشيد عمروس المهندس المغربي والعربي الوحيد في وكالة الفضاء اليابانية جاكسا حيث سبق له أن شارك زملاءه في الوكالة في إطلاق مركبة فضائية تدعى إبسيلون وحقق عالم شاب آخر اسمه كمال وضغيري النجاح في مهامه العلمية والتكنولوجية بصفته مهندسا بارزا في وكالة الفضاء الأمريكية وإدارة الطيران ناسا حيث ساهم في عملية إنزال المسبارين سبيريت وأبورتيونيتي لأنهم أسماء إنجليزية على صدح كوكب المريخ وبرزت أيضا في مجال الفلك عالمة مغربية شابة تدعى ماريام شديد استطاعت بجهدها وكفاءتها أن تكون أول مرأة في الوطن العربي تطع أرض القطب الجنوبي المتجمد في سياق رزد حركة ولمعان نجوم ضمنها مهمة علمية استكشافية رائدة إذن هدو بعض المغاربة المقيمين بديار المهجر الذين تعلقوا في مجال العلوم إذن هنبدأ بالشكل التام الفقرة الأولى من النص إذن سنشكلوا الفقرة الأولى اللي في هادو جوج استورة إذن يتألق مهاجرون مغاربة خارج حدود البلاد في مجالات في مجالات الأبحاث والعلوم حيث تساهم كوادر متخصصة في نجاح الكثير من المشاريع والإنجازات العلمية في بلدان الاستقبال خاصة خاصة فرنسا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية إذن يتألق مهاجرون مغاربة خارج حدود البلاد في مجالات الأبحاث الأمريكية إذن سوف ندزل أسئلة الفهم يقترح عنوانا مناسبا للنص ونكتبوه الفوق إذن ممكن كتبوا العقول المغربية المهاجرة مثلا العقول المغربية المهاجرة كعنوان مغاربة العالم ممكن تكتب عنوان استخرج من النص مرادف مرادفات الكلمات التالية إذن عندنا يلماء يلماء إذن دائما تلقى فيه مرادفه فعل في المضارع في الماضي في الماضي في الأمر إذن إذا عندنا اسم مؤنات سنقلب كذلك على اسم عندي نعت سنقلب ضد المرادف يلماء إذن ممكن نكتبوه يتألقو يلمعو يتألقو يتألقو هنا تشارك حيث تساهم كوادر كما عندنا هذا حيث تساهم كوادر متخصصة إذن تشارك تساهم هنا المثابرة يعني المثابرة نكتبوه نكتبوه مرادف نكتبوه نكتبوه مرادف إذن أول آخر خارج داخل إذن مش مشكلة خاصة ما لم يتم ذكره في النص نكتبوه سبب هجرة أطور مغربية خارج الوطن إذن ما ذكرناش هنا شنو السبب اللي خلاهم يهاجروا الاحتفاء بعودة مغاربة العالم لا إهنا ما دويناش على أننا نحتفلنا بهم أو يعني قدرناهم اللي يجاو وإهنا كندويوا على شنو كيديروهما ببلدان المهجر بتألق مغاربة المهجر في بلدان استقبال نعم الشيق المغاربة العالم إلى بلدهم إذن ما دويناش عليه بعد إنجازات مغاربة المهجر إذن هاد الشياليش كيدوي النص على تقلق مغاربة المهجر في بلدان استقبال هذا هو الجزء الأول في النص ها هو الفكرة ديالو وبعد إنجازات مغاربة المهجر هادو ثلاثة الفقارات هادو كيدويوا وعلى الإنجازات ديال هاد المغاربة في المهجر إذن غادي ندوزو ناخدو الصفحة الموالية نكملوا أسئلة فان باش ندوزو السرب والتطويت والتراكيب والإملاء إذن هنا أجيب بزائي أو خطأ يزوي لرشيد عمروس عمله في وكالتنا نازا الأمريكية إذن إذا رجعنا ألقوا أنه هذا عمروس يدوين عليه في الأول في وكالت الفضاء اليابانية إذن هنا خطأ تم إنزل مسبارين سبريت وأو أوبورتونيتي على سطح المريح إذن هنا نعم على سطح المريح إذن صحيح مريم شديد أول عالمة فلك عربية تطع القارة المتجمدة الجنوبية إذن ذاك الشيء اللي قالوا لنا أنها أول مرأة عربية تطع القارة المتجمدة الجنوبية إذن صحيح أجيب عني الأسئلة الآتية في أي المجالات تألقى مغاربة العالم حسب النص إذن تألقوا فاج هدف جوج في الأبحاث يعني ديال الفضاء في مجالات الأبحاث والعلوم على العموم هدف ثلاثة تألقوا في مجالات الأبحاث والعلوم سوف يكون في مجالات الأبحاث والعلوم هدف علوم الفضاء هدف في العلوم ديال هذا إشكت تسمى الفلك هدف علوم الفلك وهدو علوم الفضاء أردت قريبا مقاربين إذن كل شي عنده علاقات الفضاء إذن تألقوا في مجالات تألقوا في مجالات الأبحاث والعلوم ما اسم مركبة الفضائية التي ساهم رشيد عمروس في إطلاقها إذن ساهم في إطلاق المركبة الفضائية لهي إبسيلون إذن ساهم في إطلاق المركبة الفضائية الفضائية إبسيلون وذكر اسم أحد شخصية مغاربة العالم وحدي المجال الذي يلمعه فيه إذن مثلا ذكروا راشيلي يزام يتوفع في مجال الأبحاث والعول ومثلا منصف السلاوي مثلا شفتوا بزاب ديال المغاربة ودرتوا ليهم بحث يعني ما غادش يخفى عليكم اسم شي عالم العلماء منصف السلاوي هنديرو هنا يا مجال الصناعات الدوائية هو في التألق الصناعات الدوائية اللي كان في الأيامات يعني ديال كورونا كان مع الفريق ديال أمريكا باش يلقا لقاح ضد كورونا إذن هنا هدو زل الصرف والتحويل صنف الأفعال الآتية إلى مجردة ومزيدة مع تحديد حروف الزيادة إذن الفعل المجرد هو الذي خلت حروفه من أحرف يعني الزيادة في الفاء والعين واللام فقط مليكا نديرو ليه الوزن ليتزاد عليه شي حرف من حروف الزيادة هدك سألتمونيها هدوك الحروف هدو غادي نديروه في الفعل غادي نصنفوه في الفعل المزيد هنا يا إذن استدارة استدارة هل هو مجرد أم مزيد لنطبي الحال راه مازيد لأنه فات يعني الحروف الأصلية دياله استفعالة ما استدارة أصلها ضارة إذن مزيد باش الأليف السين التال أنه هنا برازة فهو مجرد راجعة مزيد باش مزيد بالأليف لأنه فاعلة الأليف إذا وزننا راجعة ألقوا فاعلة إذن شنو تزاد على الفاء والعين واللام دياله تزاد عليها الأليف رفعت الأصلها رفعة لأن التأ ماشي من حروف الزيادة رفعت الماضي مع هو غادي تولي رفع إذن باش نعرف الأصل دياله كنرجع الماضي مع هو شنو عنا أخر نجحة نجحة فهو مجرد على وزن فاعلة ما زيد فيه التحرف هنا تواصلة إذا شفنا تواصلة غتعطيني تا فا عالة إذن زيد التا وزيد الأليف هنا يصنف الأفعال الآتية حسب نوعها في الجدول هنا يجميع الأفعال في الماضي مع هو إذن مغلقوش مشكل أما لا كان الفعل في المضارع أو مصرف مع الجامع أو للمثنى أو لا ضروري الرجوع الماضي مع هو باش نعرف الأصل يالو إذن وقف فهو معتل ومعتل مثال وقف حضية فهو ناقص لأنه عنده حرف العلة في الآخر روا في جد حرف العلة مقتارنين إذن فهو لفيف مقرون روا ينام أصلها نام إذن فهو أجوف ينام شميلة فهو سالم ما في حتى أحرف من حرف العلة ملأ مهموز وقف يجد حرف العلة غيرهما مفارقين إذن فهو لفيف مفروق حلا فهو مضاعف وغادي ندوزو الصفحة الموالية تراكيب إذن شفتو أنواع الخبر الخبر المفرد والخبر الجملة الإسمي والخبر جملة في اليه والخبر شبه جملة إما من الجروم جرور أو من الضرف أكمل ملء الجدول بتحديد الخبر وأبيان النوع المبتدأ شنوه هو حد الإسم كان بدأوا بيه الجملة والخبر هو ذات الخبر اللي عطينا على المبتدأ عطينا عليه واحد المعلومة شنوه هاد المعلومة هاد هو الخبر يعني كتسوه الماله المهاجره ماله متألقون إذن هاد هو الخبر متألقون وهو خبر مفرد مريم هي المبتدأ مال هاد مريم ترفع العلامة المغربي إذن تم الخبر راه جملة فعلية إذن مالها ترفع العلامة المغربية نوع الخبر هنا بما أنه بادي بفعل فهو جملة فعلية جملة فعلية المغتريب ماله مصاره متميز مصاره متميز إذن هنا يا مصاره إذا الخبر بادي بإسم وطبع يعني وهد إسم كي باش كنفرق أنا بين يعني الخبر المفرد والخبر الجملة إسمية هادك الإسم اللي فيكون مبتدأ ثاني كي كلاسك فيه حد طامير سفيك يعود على هادك المبتدأ مصاره مثلا الغابة مثلا أشجارها كثيفة مزيد إذن هنا يا جملة إسمية هنا أمريكا كمال ماله في أمريكا هذا هو الخبر اللي اعطينا عليه في أمريكا إذن هنا شبه شبه جملة هذي شبه جملة من الجار والمجرور وكي نشبه جملة من الضرف لكي يكون فيها داخلة تحت فوق يعني كيكون ضرفه يعني ضرف مكان مثلا أدخل ناسخا فعليا على الجملة الآتية إذبت الجملة بالشكل تم المهمة ناجحة نريد أن ندخل ناسخا فعليا كنا وأخواتها نريد أن ندخل كانت المهمة ناجحة لأن النواسخ الفعلية تدخل على المبتدأ ترفعه ويسمى اسمها وناجحة نقول بالفعل إذن نشوف الفعل وننعرب الفعل نشوف الفاعل دياله نشوف واش عنده مفعول بيه واش عنده اسم مجرور واشنو عنده إذن المغربو اسم إذن غدين عربوه مبتدأ 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 مالوك فيش كي يكون مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخري يقدرو دب المغربو مالو شنو المعلومة اللي اعطينا عليه أنه يقدرو المهاجرة إذن هاد الخبر فهو جملة فعلية إذن بما أنه جملة فعلية إذن خصنا نعربوها إعراب الجملة الفعلية عد كنجي في الأخر كنقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر المرتدأ صافي هاد هو اللي كندير إذن يقدر ونعرب عادي بحل عندي جملة فعلية فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخري الفعل خاصه فاعل يقدر هو ما مذكورش شكون هو يقدر هو يعني كي يعد على المغرب والفاعل ضمير مستاتر مستاتر تقديره تقديره هو يقدر المغرب ماذا أو لمن المهاجرة إذن المهاجرة مفعول بمفاعل دائما منصوبة منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره والجملة الفعلية يقدر المهاجرة في محل رفع مبتدأ إذن هي خبر عفوا في محل رفع خبر خبر المبتدأ بطبيعة الحال في محل رفع خبر المغرب و لو بغينا نزيدوها خبر المغرب لخبر المبتدأ أرسم التأ في آخر الكلمات إذن التأ كنظن ما فيهاش يعني عندكم إشكال تأ هذه المربوطة وتأ المبسوطة تأ المبسوطة تكتب في آخر يعني الأفعال و جمع المؤنث السليم وفي الأسماء التولاتية بحل بيتون زيتون يعني الوسط ديالها كيكون ساكن في وقتين حل هنا يا اسم يعني تولاتي في وقت متأخرين من الليل هبطت فعل طائرة اسم مؤنث خاصة التأ مربوطة لأنه مفرد قادمة كذلك مؤنث مفرد دولتون كذلك أجنبية كذلك فنزل منها مسافرون ومسافرات جمع مؤنث السليم تعلوجهم ابتسامة مؤنث مفرد والغبطة مؤنث مفرد عادو وكل مؤمن في قضاء قضائي أوقات جمع أوقاتي ممتعة مع الأهل والأحباب أكمل الكلمات الآتية بالهمزة المناسبة يعني وش عندي همزة وصل ولا عندي همزة قطع بالنسبة لهمزة للوصل فهي تكتب يعني في ديك أل كتكتب في دوك الأسماء السبعة سمون اثناني اثناني مرؤون مرأتون كتكتب فيهم وعادو تاني بالنسبة لأفعال تكتب في فعل أمر الثلاثي إذن أمر الثلاثي همزة الوصل هادي أمر الثلاثي بحالو خروج ودخل بالهمزة الوصل إذن عندنا مصدر إذن عندنا ماضي ومصدر وأمر الخماسي والسوداسي مثلا استخراج استخراج استخرج إذن هذا في الأفعال كنديروا في أمر الثلاثي في ماضي ومصدر وأمر الخماسي والفعل الخماسي والسوداسي وطب الحال في التعريف هادي كواضحة وفي الأسماء قلنا دو كل أسماء السبعة يعني قلنا سمون وكينا ثناني واثنتاني وكينا مرؤون ومرأتاني وشكل ما خرا مهم في التلية المهم هادو أسماء كيتكتبوا بالهمزة الوصل ما تبقى كيتكتب بهمزة القطع إذن هنا عندي انتماء إذن انتماء هو مصدر مصدر ليش من فعل دي الفعل انتما هل هو إذن أنا نحسبش حال فيه من حرف واحد جوج تلاتة ربعة خمسة خماسي إذن خصوها همزة الوصل يعني واحد الإشارة لهمزة الوصل لهمزة الوصل إلا كانت في بداية الكلمة وهي مفتوحة كنكسبها بحلقة في بداية الكلمة وهي مكسورة بحلقة في بداية الكلمة وهي مضمومة بحلقة أما لو كانت في وسط الجملة كنكسبها بحلقة إذن انتماء إذا عندي راب الهمزة أمار ولا أمر راه مشي فعل رباعي يعني مشي فعل تلاتي في الأمر أو لماضي أو مصدر أو أمر فعل حماسي أو سداسي فيكتب بهمزة تلاتي يكتب بهمزة القطع ستدعى ستدعى هذا الفعل واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة سداسي إذن تكتب بهمزة الوصل إرفع تبع معنا إرفع الفعل هنا أمر جيل تلاتي إرفع بمعنها مكسورة غندي لاب حلقة إرفع إسمون إذن إسمون كتتب بهمزة الوصل مشي إسمون بالهمزة دي القطع مرؤون تكتب بهمزة الوصل مرؤون ومرأتون إقبالون إقبالون همزة القطع لماذا؟ لأن الفعل أقبال رباعي لحاجة عند علاقة بالرباعي كتتب بهمزة القطع إذا الحروف كلها تكتب بهمزة القطع استخدم كذلك أمر جيل سداسي إذا كان الفعل السداسي أو خماسي ما كانت ناقش فيه كان رباعي ره قطع صافير الرباعي كي ياخد القطع إذن هذه كانت كم مراجعة لهذا همزة لأنك تلقوا فيها شوية ديال المشكل إذن هذا هو التلخيص ديالها بشكل عام أكمل فقرة الأتية بالكلمات المقترحة بالنسبة للتعبير الكتابي عنا هنا يا حقق مغارب العالم إنجازات باهرة في بلداني طبيعي الحال المهجري فقد آمنوا بأن الاجتهاد في الدراسة والتعلمة والتحلي بفضائل الأخلاقي إذا العلم والأخلاقي اللي جمعتيهم كتكون مميز بين الأقران ديالك طبيعي الحال هو السبيل الأوحد لنيل الاحترام في بلدان الاستقبال وإدراكي التمييز بش توصل التمييز خصك العلم والأخلاق الذي يطمحون إليه وأعلو بذلك أعلو أش ماذا راية بلديهم الأم يعني المغرب لخص النص أعلى فيما لا يزيد عن أربعة أسطور النص لهو هذا إذا لا بغيت لنلخص النص كيفش كنلخص النص كنشوف كل فقرة علش كدوي إذن مثلا هنا الفقرة الأولى كدوي على شنو كدوي على تألق المغاربة ديال العالم قلنا في بلدان الاستقبال في عدة مجالات علمية وأنهم ساهموا في نجاح الكثير من الإنجازات والمشاريع العلمية هذا هو الملخص ديال هاد الفقرة الأولى وهنا أعطينا بعض الإنجازات أو بعض العلماء هاد شي اللي كين في هاد النص هاد النص اللي شكيدوي كيقول لنا سيدي في الأول أن المغاربة تألقوا في البلاد المهجر في عدة مجالات وهنايا ذكرنا بعض الأمتيرات ديال هاد العلماء وفاش تميزوا إذن هاد شي اللي غنلخص هاد شي اللي أساسو غادي نلخص هاد النص هذا إذن غنكتب يتألق بلدان يتألق المغاربة في ملدان المهجر يتألق المغاربة في بلدان المهجر يعني كان حيدة شي اللي زايد لما يعني بحل خليت وبحل حيت هاد هم الأشياء اللي زايدة ممكن نحذفها من النص معلومات زايدة المهجر في عدة مجالات في عدة مجالات علمية ويساهمون في نجاح الكثير في نجاح الكثير من المشاريع والإنجازات العلمية هذا هو الملخص دي الفقرة الأولى من بين هاد أولاء العلماء نذكر مثلا هاد العلماء هادو اللي هادا فاش كيش شغل هادا فاش تميز والأخرى فاش تميز من بين هاولاء العلماء هاولاء العلماء نذكر طبيعة الحال للمثال لا للحصر ما معنى للمثال لا للحصر يعني كنعطوه مثال ماشي كنحصر وكنقوله غير هادو اللي عندنا لا هنأطيناهم غير كمثال هادي كتعني هاد الكلمات يلي المثال لا للحصر من بين هاولاء العلماء نذكر بين هادي كجملة اعتراضية كتتمة للمثال لا للحصر الدكتور رشيد عمروس الدكتور رشيد مثلا عمروس الذي يعمل في وكالة الفضاء اليابانية يابانية كمال فاصلة كمال الوضغيري المهندس البارز في وكالة ناسا الأمريكية وعالمات الفضاء الشابة الفضاء الشابة مريم رشيد التي تمثل التي تمثل فخرا لجميع نساء المغرب خاندرنا خمسة سطورة ماشي مشكل لان هنا ما كملت يتقلق المغاربة في بلد المهجر في عدة مجالات علمية ويساهمون في نجاح كثير من المشاريع والإنجازات العلمية من بين هاولاء العلماء ما بغيت يجدر هادو هاد الجملة هادي تنقصها ناجيد مثلا بين هاولاء العلماء ناجيد دكتور رشيد عمروس الذي يعمل في وكالة الفضاء اليابانية كما لوضغيري المهندس الباريس في وكالة ناسا وعلمة الفضاء الشابة مريم الشابة مريم رشيد نقطة لما بشي تزديد التي تمثل فخرا لجميع النساء المغرب إذن ممكن تنقصها باش تكتافيه بربعادية سطورة كنتم لكم بتوفيق نتلقى إن شاء الله معانا ماديج فروض أخرى بتوفيق وإلى اللقاء